هل فهم القناعة انه مثلا بخلاف بتحكيلي ممكن على الأمور المالية وممكن حاجة هذي العمل في شارتر والمنتخب كان خطأ قام به الجامعة عمل في نادي شارتر والمنتخب بنسبة الجيرون اسمعت برشة المسألة هذي هنا كي نقول لك نرجع بسرعة بسرعة الكابان في 2018 منتخب التونسي يمشي المدرسة الاسبانية على مستوى التدريب ويمشي بالنسبة للمدرب حراس المرمى يوغوزلافيا السابقة ويعاول على ابناء البلد بالنسبة للمساعدين بعد ناكسة المنتخب المصري في 2018 كل سالة هنقول لها الاتحاد المصري يلاك الكيلو موديل تونيوديا واضح عبشان جايبك عسوال هذي فجايب مشاهل المدرسة الاسبانية مشاهل دافيس اللي كان في فيسبريم ثم جاي المدرب هاذا اللي كان يدرب كيف كيف عنده مسألة الجامعة مع فردار وجايب كيف كيف معناتها مدرب حراس من يوغوزلافيا السابقة وعاول على ابناء البلد بكيف نعحنا بنفس النموذج اللي فرق بتاع انه المشروع لازم امكانيات لازم اتصور كبر اقل مشاكل المنتخب المصري كان ارتح منا في تطبيق المشروع متاعه فبش نرجع نجيوبك نقول لك انه اما اللي في الغزالة السيفين متاع مدرب منتخب لا اكيد 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 ممتاز وممتاز لكن اللي نقولولك ما انت مسألة الجامعة مش المنتخب التونسي فقط اللي عنده الجامعة اليوم حتى المنتخبات الكبيرة في الخارج كيف كيف المنتخبات الروبية تلقى المدربين يجمع بين تدريب نادي وتدريب منتخب طريقة العمل هي اللي تفرق اليوم حكينا فيه الموضوع هذا ارى وممشينا فيه الا بعد ما حكينا مع وزارة الاشراف فهمنا اليوم ليش اليوم اذا كان اطلاع الشهر مدرب بعد اكثر من سنتين يعرف الواقع التونسي قاعد اليوم مش يتبع مقابلات في القسم الوطني اليوم عنده اربعة او خمسة مع انت من طولة تونسية واذا كان اليوم معناتها بش يخدم معناتها ببوسات اثنان الشهر بتلك القيمة المالية للرابة ذاك مش في الاخر معناتها اذا اربعة او خمسة عناصر نكمل 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 اذاك عليش هو في الخارج وعنده لعبين يتبع اليوم مش هو موجود فقط فسيان فو بروبليم اليوم اعتقد اليوم انو المسألة هاذي مش هي الاشكال اليوم الحقيقة مختمناش في السنة الاخير اقبل من اعطي الكلمة السياسيين اليوم كتشوف المشروع متاعنا مثلا تقارنوا فينا بالمنتخب المصري اليوم والجامعة المصرية ليش في فرد ورقة اليوم مشكورة وزارة شباب الرياضة وعملت مع الوشب في حدود المكانيات اللي عنده وفي حدود مكانيات الدولة التونسية لكن شنو مشروعنا اليوم بالنسبة رياض كورتلياد في تونس اليوم قد تعرف ميزانية الجامعة تونسية قديش تعرف تربوسات اللي تكلفون تعرف اللي مشينا اليوم اللي مو فينا كيفاش تاخلته السبعين اليوم عملنا في بطولة الوست بطولة العالم حتى تربوس اللي عندنا حتى مكانيات ونمشي ونكملوا السبعين لا معناتها 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 بتاعنا تربوس حتى تربوس تمشي تكمل السبع في الوست شوف المتخب المصري شنو ما تربوسات قادش عمل بش كامل الثالث تحكي ومتخب اللي صغر تعرف وقعنا اليوم حتى واحد ما يعرف وقعنا اليوم لكن احنا ما نشكيوش فاذا كنا نحكيو على كابر تعرف اليوم اسلام القاع الرئيسي اللي بش ياخذها الاتحاد المصري تهداته وبعد ما يكمل بطولة العالمة فين واحدة بش يكون فيه مقر رسمي بتاعه الاتحاد المصري عنده واحدة طبية عنده واحدة ليواية معانتها الشبان فيها عنده قاع في دلالية بش يدرب بها مرحبة الكل واحنا اليوم بكل اسف نقولوا اه اذا كان ثماش عالي الكورت اليد والمسؤولين السابقين واللعبين السابقين واليوم الناس اللي قاعدها تخدم تعرف اليوم شا عنده في دارة فنية ناس ودي فاني بحضان اليوم عنده اليوم تأخير عموصة وصارف الروات بتاعه وذيك امكانياتنا اليوم تعرف اليوم المدارب جيرونك يجيك يقول لك اليوم ما انا قادر اني ومستعد ان يتنازل على حسبة كبيرة اليوم برس براتب شهري وذيك كل ما تعرفوه ولكن اليوم انا انا نهمني اني نكون في البروجيه ذاي حابينا نهزه دورني شكو ما حابش يزدورني اليوم اه بيه تقول لي امور فلوس نعم بش نجيك سياسي تقول لي امور فلوس نمكن نفهمك اما يمكن اجاني برياض المدارب مش تابع كان ملاعبية في تونس تابع ملاعبيتنا في الخليج في الإمارات في قطر يه عنده حصائيات تابع فيهم فمش كان مدارب كورتد مدارب منتخبات الكلة تابع ملاعبية بالنواحدة اما قل لي فلوس نفهمك شوف بالنسبة للا اول حاجة الساعة الهدية مهنش بدعة تونسية معناها في بطولة العالم اذا كان الاستثنيو اسبانيا الاستثنيو فرنسا كل المنتخبات الاخرين المداربين انتهم يدربوا فيه في رقة الى جانب المنتخب اه هذا علش اول حاجة الساعة لانه الفوليوم العمل اللي مطالب به في تونس هو شوية بكل معناها بش يسر على اعداد ستة لاعبين بالضبط الحاجة ثانية هو انه مدرب اللي يقعد سنة كاملة ما يقفش على المباريات وما يحضرش مباريات بش يفقد من اللي كان يتيم بتاعه دوريكسون في الترى المدرب كيم اللاعب يلزمو يشارك في كمبتيشون يلزمو ديما حاضر سترى لانه هذا اللي يخلي يخلي وفم الجانب مهم جدا زاد ولو انه من الناس كل يقولوا انه احنا ولينا نخمه في في الرياضة بصيفة عامة العقلية متاع قبل الثورة نقول بكل صراحة لانه انا اليوم اليوم معناها نقول بكل صراحة انه كنقارن نروها انه كنت مدير فني عام من الفين وستة حتى الفين وتسعة كنشوف اللي كانوا قبل الفين وتسعة وليموين توا معناها 30% نقصوا ولي 70% اللي بقاوا معناها يسون ديمالوريزي اا 40% معناها نختمو ابو بري 30% ديمالوريزي اللي كانوا عنا قبل معناها الوضعية صعيبة يسر ولهنا نرجع الانترنور وقتها انا ميساعدنيش بشي خلص الانترنور قرابة 30 مليون باش يقعد يعمل احصائيات والي يتبع في اللاعبين عنا المدرب المساعد يتبع في اللاعبين اللي هنا وهو يتبع اللاعبين في فرنسا ليستيستيك يخلطوا فهم هين كونكشون بيناتهم لانك فهم يعناها السبول نتعى التواصل الموجودة و باش نحذرنا المباريات نتعاني انتي تعرف خير مني سياسي لكن هذا مدرب منتخب يفشي فرق على مدرب الفريق ملا سواء كورة القدم و الا كورة الطائرة عندهم كمبيتسيون بعضهم عندهم عندهم مقابلات ودية عندهم استجارة وفي السلعام يتبع على ملاعبية نشوف احنا من نجم نجيبه الكيب كامل اللي في الدون سمانية شيف عنا دون سمانية شيف العام عناها عنا سمانية شيف في أبريل وعننا سمانية شيف في أكتوبر معنى بين لديو بريود هذوكم اللاعبين بيدهم ما همشي وراه السويفين وطولا متاعنا روموشي خرجنا لائبين أخرين احنا عنا ثنين وثلاثين لاعب معنى هم معروفين هذوكم هم اللي ينضرو فيه معنى عنا ديما معنى كنتانجون متاع اللي خرج منهم درمول وخرج منهم معنى سكندر زي سكندر زي كل مرة نطلعوا في منعبه لكن معناها اللي باش ندفعوه مقابل البقاء متاعوه غالي يسر وبتالي يكون أنفع لنحنا وللمنتخب باش يكون فما توازي كيف نقيمة سبعين في المئة من المنتخبات الأوروبية والأوروبية خاصة ترجمة نانسي قنقر